اشتركوا في القناة واحدة من متحد الصعب واحدة من اصحاب العزيمة الفولاذية واللي حققت مؤخرا تلات ميداليات ذهبية في بطولة اوغاندا الدولية لريشا الطايرة بعد تحقيقها ذهبية الفردي وذهبية الزوجي للسيدات وذهبية الزوجي الفرق وهي اول لعبة مصرية او اول لعبة في تاريخ مصر وافريقيا والعرب تخوض منافسات ريشا الطايرة على الكرسي المتحرك حققت في تاريخها اكتر من خمسين ميدالية في مسيرتها الدولية وعدد تخطط 350 ميدالية على المستوى المحلي شايماء سامي ضيفت حلقتنا النهاردة بتلعب ثلاث لعبات رياضية ريشا الطايرة ورمي القرس في ألعاب القوة وتنس الكراسي المتحركة حققت انجازات كتير في كل الألعاب دي وبطولات كتير وحوارنا معنا النهاردة حيكون تحت عنوان بالإرادة والعزيمة تصنع المعجزات بطلتنا الكبيرة شايماء سامي اللي قدرت انها تحقق بطولات كتير في ثلاث ألعاب مختلفة لأصحاب القدرات الخارقة اشتركوا في القناة لما بترفع علم مصر في أي محفل دولي بنكون سعداء جداً ومش شرط يكون رفع علم مصر في بطولة بنفوز بيها أو ميداليا بنحصل عليها في أي رياضة لا ممكن يترفع علم مصر في نجاحات إدارية على المستوى العربي والأفريقي أو على المستوى الدولي وتواجد أي مصري في منصب دولي وخصوصاً لو كان نجاح في انتخابات بيكون حاجة مفرحة جداً لنا طبعاً ودايماً بنتكلم وبننادي بضرورة إن يكون عندنا مصريين في الاتحادات الإفريقية والدولية وده مطلب ضروري واللي لازم يحصل دايماً هو يعني تكاتف كل المصريين أصحاب العلاقات الخارجية علشان ندعم أي مصري مرشح لأي منصب دولي أو قري ولازم يكون في خطة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ويكون المصريين المتواجدين في المناصب الدولية دي أو المناصب القرية أصحاب قرار حقيقي والرياضة المصرية بالتأكيد هتستفيد منهم مش مجرد إنهم موجودين بس في المنصب الدولي وما نستفيدش من التواجد ده مش بنقول مجملات أو بنقول يعني محابة لمصر أو بخلاء يعني أو مخالفة لوائح وقوانين لا علشان يعني بالعكس التواجد ده الغرض منه الاستفادة أو استفادة الرياضة المصرية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين وإن لما يكون فيه في مصر في الاتحادات في الألعاب الدولية أو الاتحادات الدولية بيكون عندنا عنصر موجود في الاتحادات دي بالتأكيد بيكون داعم كبير للرياضة المصرية من أمثلة كده طبعا إحنا عارفين الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وده طبعا اتحاد من أهم الاتحادات الدولية وكان قابل الله رحمه الدكتور إسماعيل حامد نائب رئيس الاتحاد الدولي لملاكمة وكان رئيس لجنة حكام العالم أن الموضوع ده كنت عايزة يعني أنوه عليه في عجالة كده لما بيكون عندك عضو مهم في الاتحاد الدولي أو نائب رئيس الاتحاد أو أمين لجنة فنية أو مكتب تنفيذي في بعض الألعاب التقديرية اللي دايما بنقول ممكن نقول إحنا تظلمنا فيها التحكيم جاء علينا شوية فيها لما يكون عندك عضو مهم في الاتحاد الدولي بيتعملوا حساب بجد بيتعملوا ألف حساب لعيبة الدولة دي ممكن ما بتظلموش ممكن ما بيحصلش عليهم يعني ظلم تحكيمي في بعض الأوقات وده اللي إحنا بنتكلم فيه مصر عندها كوادر تقدر تتواجد بقوة ويكون لهم دور قوي ومؤثر وكل اللي إحنا محتاجينه دعم أو ندعم بعضنا وإنسانة بعضنا مش نحارب بعض وشوفنا من كام يوم فوز الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد الجنباز فاز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجنباز وفوز الأستاذ عمر سليم بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو مبارح كان يوم سعيد جدا للمصريين طبعا بفوز الأستاذ عبد المنعم الحسيني بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح بعدها فوز نائب منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي كان المهندس شريف العريان كل المناصب دي طبعا رئيس الاتحاد الخمس الحديث في مصر الأسماء المصرية الكبيرة دي وتواجدهم على المستوى الدولي أو في بجالس الإدارات الاتحادات الدولية ده بيدي تقل للرياضة المصرية بيساعدوا الرياضة المصرية فده جزء من تحقيق البطولات على المستوى الرياضي المصري وده اللي بنتكلم فيه لما يكون عندك نتكلمنا كده بنقول لما يكون عندك عضو في الجمعية العمومية لأي اتحاد من الاتحادات الرياضية دي بيكون عندنا قوة في عدم المحابة لدول تانية لما يكون لعب من عندنا بيلاعب لعب من دولة تانية بيتعملوا ألف حساب وده اللي احنا بنتكلم فيه فاحنا عايزين يكون عندنا أكتر أعضاء في مجالس إدارات الاتحادات الدولية وإن كواديرنا المصرية تشارك بقوة في الانتخابات للاتحادات الدولية علشان يكون عندنا أكتر من عضو أكتر من يتمنى يكون عندنا أكتر من رئيس اتحاد الدولي يتمنى زي الدكتور حسن مصطفى ليه لا وده اللي هنتكلم فيه النهاردة وطبعا كان فوز الأستاذ عبد الماني من حسيني بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح شيء ممتاز جدا الفوز طبعا في انتخابات كانت قوية جدا على المنصب ده وده اللي احنا عايزين نقوله للكوادر المصرية وفاز تاني بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وحصول مصر كمان على جائزة اللعب النظيف لعام 2021 في السلاح حاجة مشرفة جدا وحاجة بتشرف مصر معنا على التليفون لأستاذ عبد المنعم الحسين رئيس اتحاد السلاح المصري وعضو مجلس إدارة اللجنة المنبيية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ليكون أول مصري يشغل هذا المنصب أستاذ عبد المنعم ألف ألف مبروك ربنا بارك فيك إبراهيم بي ومشكرا جدا على التالي يعني لما يكون عندنا كوادر مصرية في الاتحادات الدولية ده بيد المصر تقل كبير على المستوى الرياضي في اللعبة دي طبعا عايزين نعرف إزاي حضرتك خدت القرار وإيه الكواليس اللي حصلت في الفترة الأخيرة للترتيب للانتخابات اللي تمت أمس طيب أنا أحكي أن الأول لما ضمن التوجهات في مصر يعني أن المصريين يبتدوا زي ما حيك تفضلت وقلت يشغلوا مناصب في الاتحادات القرية والاتحادات الدولية أنا انتخبت من فترة من حوالي شهر كنائب رئيس الاتحاد العربي ونائب مش محمد أفريقي ثم حصلت على الإذن اللي أنا أتقدم للاتحاد الدولي وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة حصلت على دعمهم اللي أنا أتقدم في ترتيح الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي عندنا في الفلاح بيتم انتخاب خمستاشر عضو عضو الدول اللي حضرت مبارع التسويقات مية ستة واربعين دولة اختاروا خمستاشر عضو بالإضافة إلى رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد هو الملياردير الروسي معروف عالشاير رسمنوف اللي كان يملك نادي الفيلسي قبل كده تمام وانتخبنا خمستاشر من خمستاشر دولة مختلفة المهاردة بقى كان في الاجتماع بتاع المكتب التنفيذي اللي هو رئيس الاتحاد مع الخمستاشر عضو طول ليتم الانتخاب داخلي للنائب الرئيس والأمين العام والأمين المالي والحمد لله كانت انتخابات قوية انتخبت انا حفلت على أعلى الأصوات وخدت 16 صوت من التقدام ويعني الحمد لله ودي اول مرة زي ما حكتب اضلت قلت ان يكون مصري يشغل نائب رئيس الاتحاد الدولي في السلاح منذ حوالي مئة سنة او اكتر او مئة وسبعة سنة عمر اتحاد السلاح طبعا دي حاجة حاجة مشرفة جدا ان يكون عندنا نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح طيب العائد على السلاح المصري بتواجد حضرتك في المنصب ده اه انا هتكلم بقى يعني التواجد طبعا زي ما حكتب اضلت وقلت غير التواجد اللي هو بيحمي اللعيب المصريين لوجود اه ممثل عنهم في الاتحاد الدولي وبيتعامل طبعا زي ما حكتب اضلت وقلت كلام اشفحي مئة في المية ان بيتعامل الحساب للاتحادات اللي موجود فيها حد في الاتحاد الدولي سواء من الحكام او من اي لجان اخرى عشان هم عارفين ان هو في الاخر حيقول هذا الكلام لمجلس الادارة اللي هيقول قراره فبيبقى فيه بطريقة او باخرى هذا الموضوع الاهم من كده اللي انا بقى نستغل لتواجد المصريين في الاتحادات الدولية وانطور الزياضة في مصر بمعنى اللي احنا نستضيف اكبر عدد من البطولات اذا توجه قيادة في مصر اللي احنا نستضيف البطولات العالمية ان شاء الله ما نستطيعين بشهر سبعة اللي جايب بطول في العالم الكبار باقوى بطولة في العالم بسلاح مصر صرف الاول مرة في تاريخها وتقام ان شاء الله في العسامة الادارية ده من ثمار اللي احنا بنتواجد في الاتحادات القرئية والاتحادات الدولية ثم نبتدي ننقل بقى بعض نشاطات الاتحاد الدولي داخل مصر بيبقى فيه الاتحاد الدولي بيبقى ليه برامج للتطوير الرياضة عموما على مستوى العالم بيبقى طبعا الأفضلية والأولوية للممثلين جهو الاتحاد نقدر ندعم الكوادد الإدارية الشابة بتاعتنا نقدر ندعم الأحكام من ضمن برضو الأخبار اللي أنا الفحول بيها جدا عند هارضة مصر فيها ست أعضاء في اللجان منتخبين وليس معينين أول مرة في تاريخ مصر ما شاء الله وعندنا ست أعضاء والأعضاء في اللجان حقيقية يعني عندنا في لجنة الأدوات وفي لجنة الاندباط وفي لجنة القواعد والنظم وفي اللجنة الطبية وفي اللجنة القانونية وفي لجنة الأفكس والأخلاقيات فعندنا تمثيل مصري قوي جدا 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 من شباب يتروع عمرهم من 32 إلى 40 سنة ده في اتحاد السلاح فقط في اتحاد السلاح فقط م شاء الله في حباب بتاعت انبارح تمام تمام فدي الكوادر اللي احنا ان شاء الله نسلمهم الاتحاد واحنا متطمنين وجودهم في الاتحاد المصري في بعضهم طبعا مش في الاتحاد بس من قصة السلاح لكن وجودهم في الاتحاد الدولي هو ثقل لخبراتهم الإدارية ويبقى عندك اكثر من كادر الفترة الجاية في مصر يقدروا يتولوا اتحاد السلاح ويجبسوا بيه البر الامر عجبتنا قوي كلمة علشان نسلمهم الراية من بعدنا اه لا طبعا خلاص يعني ان شاء الله يعني كل واحد بياخد دوره وبيقدم كل اللي عنده وبعد كده ان شاء الله الشباب اللي طالع بعدينها يتولي اللقطة برضي حكي اشرت فيها وانا حابب اأكد عليها ان مصر حصلت مبارح من الاتحاد الدولي على جائزة اللعب النظيف لعام عشرين واحد وعشر تمام ودي اول مرة مصر تحصل عليه ورئيس الاتحاد الدولي وهو بيعلم عن فوز مصر قال لنتيجة التنظيم الجيد والممتاز لبطولة العالم الماشئين اللي هي حكمة مصر شهر اربعة اللي فات في يعني زروة المشاكل كورونا في العالم طبعا شوفنا شوفنا فيه تنظيم رائع بصراحة مصر اقامت بطولة العالم مش بس الاسلاح بطولة العالم في الهندول وبطولة العالم في الجنباز وفي الدرجات وفي الخماسي فمصر شالك الرياضة العالمية خلال الفترة بتاعة البنداميك بصورة الكل المصريين ليهم حق ان هم يفتخروا به الكلام مبارع كان واضح جدا ان احنا بنفدي جازة اللعب النظيف لمصر وشكر للحكومة المصرية وشكر خاص لوزير الشباب والرياضة المصري على التفاهم والتعاون واللي البطولة طلعت بهذا الشكل المتميز من فالحمد لله بنقول ان مصر رياضيا شأنها شكل اقتصاديا وشأنها شكل في التعميل اللي بيحصل طبعا ماشية في الطريق الصحيح يعني انا الحمد لله دايما بقولها بقولها هو احنا عايشين في العهد الرياضي بالنسبة لشغلنا احنا او الرياضة عمات العهد الرياضة عهد في قامة الرئيس عبدالفتاح السيس بصراحة شفنا بطولات عالم زي ما حضرتك قلت شفنا يعني احتفالات دولية كبيرة جدا حصلت في مصر ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر وده اللي بيعطي تقل لمصر وده اللي انا عايز اتسأل حضرتك فيه ان بطولة العالم اللي فات الناشئين اللي اتنظمت في مصر ونتائج ابطالنا في توكيو النتائج المتقدمة كانت سبب فيه ادعاء الانتخاباء لحضرتك الاتحاد الدولي اكيد اكيد لما انت بتخش بمرشح عن مصر باسم دولة في حجم مرافقة لمصر اكيد بيبقى العالم كله بينزورك نظر مقتل وتأكيد على كلام حضرتك وكلامي ان طبعا لما لو انا انتخبت الواحد كمصر ممكن حد يقول ده عنده علاقات دولية متميزة او 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 مزبوط لكن لما انا انتخب ومعايا ستة من زملائي فهو الحقيقة اللي نجحت مصر وليس احنا اكيد طبعا مصر باسمها مصر بمكانتها مصر بالبطولات لنظامتها مصر بتاريخها بحضرها بحضرها وبحط تحت بحضرها خمس تلاف خط طبعا والمستقبل القازم من بنية لانو احنا نتكلم رياضة فقط فنتكلم على البنية الرياضية بنتكلم على الدعم السياسي اللي محدود المادي والمعناوي والاددي تكريمات يعني احنا عندنا اكتر من 24 لعب والعبة خدوا وسامن الرياضة من الدرجة الاولى مزبوط من سخامة الرئيس هذي ما اطلع هذا العاب 24 لعب والعبة وسامن الرياضة من درجة الاولى هل في دعم اكتر من كده؟ لا طبعا طبعا يا عدد دعم المعناوي اكبر دافع قبل الدعم المادي كمان طبعا احنا بنشكر القيادة السياسية وبنشكر محالي وزير الشباب والرياضة وبنشكر مهندس الشام حطب رئيس لجنة الولمبية وكل عضاء اللجنة وان شاء الله ان شاء الله مصر متفوقة في السلاح وفي الخماسي وفي الجنباز وفي كل الالعاب الجماعية وان شاء الله يبقى شيء طفرة تتفق مع رؤية الدولة المصرية عشرين وثلاثين ان احنا بنتنقل من الزياضة من مكان احنا كنا فيه لمكان افضل بكتير ان شاء الله طيب احنا فيه ظل الاستعداد لدورة الالعاب الولمبية باريس ان شاء الله متبقي تقريبا يعني اقل من 970 يوم على دورة الالعاب الالعاب الولمبية باريس 24 شكرا خطة تطوير لعبة السلاح طبعا في مصر والاستعداد للدورة القادمة ان شاء الله والامل في ميداليا أولمبية تانية تحصل عليها مصر ان شاء الله عايزين نعرف خطة التطور او تطوير لعبة السلاح في مصر ان شاء الله احنا لو بنتكلم على تطوير رياضة السلاح في مصر فهو التطوير جاي من بيادة العدد الأجناء والعدد المشاركة تمام بس احنا كمجلس ادارة فاصلين ما بين الفريق الأولمبي اللي هو بيستعد لأولمبياد توكيو وده ليه ادارة مستقلة بجهاز فني مستقل باريس انا اسف باريس 24 ده مستقل بزيته ان انا مش هقدر النهاردة اطور ان انا جيب لعيبة واعدهم لا انا عندي اللعيبة اللي هم عمرهم 18-20 سنة اللي لعبوا في توكيو وعندي لعيبة الابطال العظماء اللي جاب مدالية في لندن وعندي مجموعة ما بين بقى السن الـ 20-26 سنة حددنا ستة في كل اسلاح هم دول اللي هيتم التركيز عليهم وتدربهم وحددنا الاسلاحة اللي احنا ان شاء الله هنشارك فيها وحددنا الاجهزة الفنية ونقشنا خطة الاعداد الاول خطة الاعداد بتطلع من اللجنة الفنية بتطوطئ مجلس ادارة بتروح اللجنة الاولمبية وبتروح الوزارة وبعد كده بنمشي فيها المرات دي في حاجة جديدة معمولة من الدولة المصرية لأولمبياد باريسة 2024 اللي وهي ان هو النتائج المتوقعة اتحطت من دلوقتي تمام ما عايزين من كل اتحاد ايه ما بقاش زي الاول اللي انت بتروح وكل اتحاد وان شاء الله هجيب خمس مداليات سلام بروح يجيب او ما يجيبش حلو او الكلام ده لا انا رايب اولمبي ولعبت اولمبياد قبل كده فاعارف اللي كان بيحصل زمان من العبت 84 و88 فاعنا كنت عارف ايه اللي بيحصل التطور اللي في الرياضة والحوكمة اللي بتحصل والكونترول اللي بيحصل ده مما لا شك فيه هيأتي باكماره في حاجة نهضة كل اتحاد لما تقعد معنا تقال انت مطلوب منك واحد اتنين ثلاثة تقدر او ما تقدرش طب لو هتقدر هيبقى فيه تعاهد انت هتعمل كده هيبقى فيه متابعة حقيقة لكل الخطوات وكل نهايات لها بدايات بتبشر ان ترايح فيه اكيد طبعا ما فيش اتحاد هيقعد يخسر 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 يقول لك ايه بس انا في الاولمبياد هجيب مدالي الكلام ده انا كنت بقوله مبارح في حلقة مبارح سوز عبد المنعم قلت في حلقة مبارح وكنت بتكلم على الاتحادات انا كاتحاد انا هروح للجنة اللومبية والوزارة قلهم انا عايز ميزانية كذا للعب فلان وفلان اللي هيجيبه ميداليات يعني موضوع التوقع دايما انا بقول هو تنجيم او ضرب بالغيب ولكن الرياضة واحد زي ادوا حد بيساوي اتنين ده علم ولكن التوفيق في الاخر في البطولة بيكون باين يعني توفيق او عدم توفيق دي بيتبان دي حاجة بنسيبها للتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بس احنا بنسعى وبناخد بالاسباب ولما يعني ان الله رجع اجر من احسن عمل مزبوط من احسن العمل ونعد الاعداد بتاعنا المزبوط منطق اللاعب المزبوطين ما يبقاش فيه اي مجملات ما يبقاش فيه اي تدخلات ربنا يوضع ان شاء الله والنتائج ان شاء الله على ظهر من نتيجة توكيو كست مداليات دي كانت نتيجة مبتازة جدا ولكني اتوقع الافضل والافضل بكثير ان شاء الله بطاريس اخر سؤال يعني لحضرتك حرية الاجابة هل يستطيع السلاح المصري عزف السلام الوطني في باريس اربعة وعشرين نعم قبل يستطيع عشان ارد بمنتهى الامانة يستطيع السلاح المصري بالوقوف على منصة التتويق اكثر من مرة خلال اولمبياد اربعة وعشرين كلام يحترم وكل التوفيق طبعا لكل ابطالة المصريين بنشكر السوزة عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد المصري ليها سلاح وطبعا نايم رئيس اتحاد الدولي الان بنشكرك جدا وبالتوفيق لكل ابطالنا في رياض السلاح وفي كل الرياضات المصرية وبنتمنى زيادة عدد المتواجدين في المناصب الدولية والقرية ان شاء الله ونتمنى دايما مصر تكون متواجدة على منصات التتويق سواء بالميداليات او بمناصب اعضاء الاتحادات الدولية سؤال حلقتنا النهاردة او الرؤية في حلقتنا النهاردة كيف ترى الانجازات التي حققها ابطال مصر البارالمبيين في المحافل الدولية هنشوف كده الردود مساء الخير كابتن ابراهيم ويلو مساء الخير كابتن ابراهيم من وجهة نظري ارى ان هذه الانجازات ساهمت في رفع اسم مصر والتوطيد مكانتها عالميا في المحافل الرياضية وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله شكرا يا ويلو احمد عادل مساء الخير عليك كابتن ابراهيم ارى ان هذا الانجاز او هذه الانجازات تدعو للفقر وترفع من راية مصر في المحافل الدولية وبالتوفيق لكل ابطالنا في الفترة القادمة تحياتي لحضرتك ومسيلي على كل آل الغول آل الغول دول اردن من نشام الاردن طبعا حبيبي كابتن خالد الغول المعلم ابراهيم افندينة مساء الفل لكابتن ابراهيم تحقيق انجازات كبيرة او تحقيق انجازات كبيرة تحقيقاتي ليك كابتن ابراهيم بحبك قوي وانا بحبك يا ابراهيم على اسمي طبعا بالتوفيق لكل ابطالنا طبعا يعني للتذكير كده بان الرياضة البراليمبية او رياضة اصحاب او ذوي القدرات الخارقة حققنا في تاريخ مصر تسعة واربعين ميداليا دهب واربعة وستين فضة واربعة وستين برونز بواقع 177 ميداليا متنوعة طبعا دايما بيرفعه اسم مصر بيرفعه على مصر وبنسمع من خلاله من نشيد الوطن كتير كل يوم في ملعب الابطال عندنا نجم واسطورة من اسطير الرياضة هنعرف حضراتكم عليه وعلى مشواره مع الرياضة اللي كان بيلعبها وازاي قدر يكتب تاريخ ويكون قدوة لاجيال كتير واسطرتنا النهاردة الاسطورة الكبيرة الفيلسوف المناضل ملك الحلبات قاذفة اللكمات والكلمات الأفضل على مر الأصور الاسطورة محمد علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرياضيين معنا كلمة الاخلاق الرياضية عندنا النهاردة اخبار كتير في حلقتنا النهاردة تعالوا نتعرف على أهم العنوين اتحاد الكرة الطائرة يعلن مجموعات الدوري ممتاز الأهلي يطوي صفحة دوري مرتبط السيدات لكرة السلة بسبب الكأس فوز الزمالك والأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد مصر تتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الناشئات بتونس ختام ناجح للبطولة العربية للدراجات موسيقى استاد القاهرة يستضيف البطولة الإفريقية للكاراتي موسيقى ألعاب القوة يضيف خمس ميداليات في البطولة العربية للناشئين والناشئات موسيقى اللجنة الأولمبية العراقية تضع معايير للمشاركة في باريس موسيقى موسيقى اللجنة الأولمبية القبرصية تسحب تمويل بعض الراضيين قبل باريس موسيقى دي كانت بعض من عنوين أخبارنا النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتك تاني نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وأبقوا معنا موسيقى موسيقى رجعنا تاني وهنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة من الألعاب الجماعية الاتحاد المصري للكرة الطيرة اجتمع النهاردة بحضور الأستاذ ياسر أمر رئيس الاتحاد والأستاذ عمر مخلوف أمين الصندوق والأستاذ هناء حمزة نائب الرئيس مع الأندية لإجراء قرعة دوري الدرجة الأولى للرجال للكرة الطيرة إن شاء الله واللي مفروض هينطلق يوم 6 ديسمبر المقبل قرعة الدوري أوراة الدوري أسفرت عن مجموعتين المجموعة الأولى بتضم الأهل وسبورتنج هليوبلس والزهور والإعلاميين واسكندرية للبترول في حين ضمت المجموعة الثانية الزمالك والطيران والترسنة والشمس وطنطة وبورسعيد وضمت المجموعة الثالثة تلاقي الجيش وبتروجيت والقناة ومصر البترول وديلفي وستة أكتوبر أما المجموعة الرابعة ضمت كل من سموحة والاتحاد السكندري والدخلية الشرقية للدخان والمينيا وبني سويف طبعا الدوري هنطلق يوم ستة ديسمبر الدوري التمهيدي هيقام بالنظام الذهاب والإياب اتحاد الطائرة حدد يومي الاتنين والجمعة من كل أسبوع موعد لإقامة مباريات الدور التمهيدي هيتأهل من كل مجموعة تلات فرق من كل مجموعة المنافسة على المراكز من الواحد للاثناشر كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في القرعة تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني نشوف التقرير أقول لك إحنا دفعنا النهارده كويس الحمد لله فداد دانا احنا مبسوطة جدا 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 أحنا الحمد لله كنا للأسف خسرنا أول ماتش وكنا خسرنا ماتش السوبر فإحنا كان البطولة دي مهمة جدا يعني كان لازم نحنا نكسبها عشان إحنا مش فرقة صغيرة خالص إحنا فرقة بطولة ودايما لازم كل بطولة نكسبها إحنا أصطرر في أول بطولة بس الحمد لله إحنا قدرنا أن إحنا الماتش ده كنا نازلين هنموت نفسنا من أول دقيقة وده اللي احنا عملناه احنا طلعنا عليهم من أول ماتش لحد ده آخر ماتش ما سبنا لهمش أي فرصة انهم يطلعوا علينا فاحنا كنا مركزين جدا وتكلمنا مع بعض واشتغلنا على أخطاءنا وركزنا والحمد لله احنا فرضنا شخصيتنا من أول ماتش وإحنا يعني بنتأسف ان احنا فوتنا بطولة مننا بس الحمد لله احنا جبنا بطولات تانية وان شاء الله بطولات اللي جاية كلها بتاعتنا طبعا فريق سبورتينج فريق يحترم فريق جامد جدا احنا النهاردة نزلين ونلعب بأكثر قوتنا علشان هوا ده كان امالنا الوحيدة اننا نتوقب البطولة والحمد لله كلنا عملنا اللي علينا وربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله طبعا عوضنا مبارات الزهاب ومبارات الكاس والحمد لله كنا فايقين النهاردة وكل واحد كان عارفي هيعمل ايه بأكمل وجه والحمد لله ربنا وفقنا المطش كان صعب جداً احنا كنا نازلين وكان علينا براشر عشان الصغارين عملوا اللي عليهم صغارين فرقة كبيرة جداً قدموا مباراة كبيرة جداً جداً احنا ما حدفناش الحصد اول مباراة وطبعا مباراة السوبر يعني توفيه ما كانتش معنا نزلنا النهاردة من اول من دقيقة باين علينا ان احنا مركزين ونوين دي 100% كل حاجة عندنا في المباراة النهاردة مباراة بطولة لأهلي متعود ان هو التتويج البطولات مش اول بطولة مرتوط لينا بالعكس هي الثامن بطولة لقاعد توالي فالحمد لله ربنا وفقنا النهاردة الحمد لله الصراحنا كلنا تعبنا حتى الصغيرين والكبار احنا تعبنا جداً جداً فانا شاف ان شاء الله احنا نستهلها الصراح فاتعبنا جداً طبعاً ده كان حوارات مع العيبات والجاز الفني لسيدات النادي الاهلي اللي حققوا لقب دوري المرتبط لكورة السلة بعد الدور الكبير اللي عمل الفريق المرتبط اللي نجح انه يفوز على مرتبط سبورتينج في اللقائين وده اللي ادى ان الفريق الاول للسيدات او ادى الفريق الاول للسيدات فرصة للفوز باللقب بعد ما قصوا المباراة الاولى وفازوا في المباراة التانية وده الهدف من بطولات المرتبط دايماً وهو ربط النتائج فرق الشباب بالفرق الاولى علشان يكون في حافز لفرق المرتبط سيدات الاهلي كانوا فازوا على سبورتينج في المباراة الاولى بنتيجة 73-67 والمباراة التانية اللي يقيمت انبارح انتهت بفوز مرتبط الاهلي بنتيجة 65-43 واربعين. وآآ كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجدة في اللقاء ولينا لقاءات مع اللاعبات. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. موجود الناس كلها النهاردة الحمد لله على الفريدنا الحمد لله بان من اول عمل الملعب لغاية رئيس الكاس. والحمد لله يعني الناس كلها ما سابتناش وفد برانا. احنا لعبين سبع مطشاط تقريبا في عشر كهام. فطبعا يعني احنا محتاجين واحد بتاع برانك الاحمال اهو اللي تكلم دلوقتي. بس الولاد عندي صراحة يعني لعمل انت لا يعني رجعوا بسرعة جدا للجيم. اه موجودين طول الوقت يعني الحمد لله كاسبينين طول الوقت. مصر بتاع مبارح برضو بالنفس الموضوع. بس فيه كلمة بس الناس في اول في اول سيزن خالص كانت بتهاجم اللعبة دي. بتهاجم الفرعة دي. فتالي الولاد اصلا او البنات رطوا عليهم كويس اول. تاني حاجة عندنا راجل بتاع احمال صراحة اه الله يبريكي. يعني اتأمان تلاها الراجل ده مؤفر على ريكليها لله 40 دي يعني. النهاردة الموتش اصلا يعني في الاول احنا ازلنا. في الاول عملنا ليدنج بعدها في الاخر ازلنا شوية بس الحمد لله كلنا نزلين نلعب بروح كنا احنا حرصين على المكسب عشان الفيرس تيم بتاعنا. عشان نسابوط الفيرست تيم وعشان طبعا ناس كثير قالت ان احنا نخسر ونسابواننا فرقة وحشة لا احنا الحمد لله فرقة كويسة واحنا ويصابوط الفيرس تيم بتاعنا وكسبنا الحمد لله ولامنا كلنا مع بعض وكان شاكلنا يحيو جدا. آه في ناس ممكن تكون لعبة مش كويس بس لا يعني في الاخر كسبنا وكنا كنا كل فرقة لما بتبقى ليدنج في الهالف تايم دايما لما بخوش مسا قد التغيير او كده بنقول الغلاطات وكده بس ايه بنبقى متحمسين زيادة عن اللزوم علشان لوو احنا ليدنج وخلاص احنا كسبنا بس طبعا هو الماتش ما بيخلصش في الهالف تايم فاحنا الحماس خدنا لوو احنا كسبنا لقى الجيم كانش لسه خلص كان لسه فاضل كورترين فاحنا لما نزلنا اخدنا كان بوينت لا الحمد لله رجعنا كشت خيح ممكن يكسب مطسين بالفرق ده لان كل الناس كنت بتعطلوني هنخسر هنخسر والكلام ده كله بس ما فيش حاجة اخصارت فينا الحمد لله ويعني احنا اثبتنا وجودنا بطريقة يعني محدش يقدر يفتح بقو معنا بعد كده خلاص لا خالص انا شايفة ان احنا بس كنا مهلكين شوية من وطش اللي فات الجامد وكده لكن احنا ما فيش ضغط علينا احنا بقى كنا اخطاءنا هي اللي كانت ممكن تخصرنا مش انهم احسن مننا او حاجة احنا الحمد لله اثبت احنا احنا فرقة في مصر احنا دلوقتي واحنا لو كنا ركزنا شوية من اول شوط كنا هنكسب فرقة 20 من غير حاجة لكن احنا بس عشان انشغلنا شوية مش اكتر مش سكة احنا اثبتنا وعملنا علينا كله وتعيبنا عشان نوصل لذا ما فيش حاجة بتيجي بالساهل هتعيبنا قوي هتعيبنا قوي من اول من طول لحد اخرى ممكن او كن في كزا مطش اخترنا بس هتعيبنا جدا وروحنا بتزيد كل المطش عن مطش حتى مطش الفات روحها كتأقلم كتير النهاردة كتروحنا كتأثبر ا او مرش في فرقة بتفايت على اي حاجة كده او مش بجدش ببعملوا كده مجدد الله بيحلق اي كلهم الحمد لله عشان كسلنا مطش اللي قابليه فطب اي فرقة ما تكسب بيقوله بخص مطش بتاعنا مرة جاية بس احنا الحمد لله كابتن عمر وكابتن سيد وكل كابتن اللي عندنا اقول نفس الجملة الفوز لحد ما استير المدلقات مش لحد ما يخص او مطش او تاني مطش رجعنا تاني وهنشوف تقرير عن قرأة دوري المصري لكرة الطائرة نشوف التقرير ونرجع تاني طبيعا احنا بقلنا فترة في الكرة الطائرة الدوري الممتاز ما فيهوش تجديد يمكن افتكر كنت انا في 2002 وانا عودوا مجزد دارة الاتحاد والاسلاك المشابات كنت انا عملت نظام 24 فريق بعد ما كانت المسابقة 12 فريق ما تعدلش النظام ده من ساعتها الغت يومنا هذا لما استلمنا المهمة كان عندي تارجد اساسي ان انا اعمل مسابقة يبقى فيها المنافسة من اول دور حتى نهاية دور فيها وفي نفس الوقت قدر اعرف اسوأها اعلاميا ودعائيا لان الانكم اللي بيجي الاتحاد سواء من الشركات الاندية او من دعم الوزارة مش هيقدر يحقق التارجد اللي احنا بنسع له ان احنا نبقى متواجدين كمنتخبات وطنية على الرياضة الافريقية والتواجد الجيد والمؤثر على الساحة الدولية اه قلنا ان احنا الاندية ال 24 الموجودة في المسابقة الدور الممتاز وانا اصاريت ان هم اتنهم 24 لان احنا عندنا تفكير مجالس ادارات بعض الاندية يقولك ان تلا ما انت بتلعب مع الاهل والزمالك في الدور الممتاز فالميزانية بدل ما هي اكس هتبقى اكس زاد عشرة فانا يهميني ان الاندية تصرف على الكرة الطيرة ويبقى عندها رغبة ان هي تطور من الكرة الطيرة فاحنا اخدنا ال 24 فرقة بناء على ترتيبهم في الموسم الماضي قسمناهم على 4 مجموعات كل مجموعة 6 سرقنا حتة صغيرة كده من بطولة العالم الهندبول ان كل مجموعة هتلعب دوري من دورين 10 اسابيع التلاتة الاوائل من كل مجموعة هينضموا مع بعض يبقوا مجموعتين 6 و6 بحيث ان انا هاخد تلاتة الاوائل من المجموعة الاولى مع التلاتة الاوائل من المجموعة الثالثة والتلاتة الاولى من المجموعة الثانية مع التلاتة الاولى من المجموعة الرابعة بس كل تلاتة هيصعدوا من المجموعة هيروحوا بالنتائجهم مع بعض فيبقى الدور التاني عندي هم 6 أسابيع فقط بحيث ان كل فرقة هتلعب مع 3 فرقة اللي جولهم من مجموعة تانية رايح جاي هرتب الأندية دي بناء على النقاط من 1 ل 6 هاخد الأربعة الأوائل من كل مجموعة يصعدوا للدور قبل النهائي من الدوري في الدور قبل النهائي ده كل الأندية هترجع 0 point دي من المزبالة تبقى هي بطولة الصور أو بطولة النخبة وفق ما الاتحاد مسميه هيلعبوا دوري من دور واحد بالنظام بطولة العالم اللي هو اعتبر دورة مجمعة يومين وراء بعض في نهاية أسبوع ويومين تانيين في نهاية أسبوع و3 أيام في نهاية أسبوع بحيث ان احنا ننتخب عندنا المفروض ان هو رايح بطولة العالم في آخر 8 في روسيا هيلعب بنفس النظام فاللعبة تتعود على نفس النظام هيلعبوا للترتيب من 1 ل 8 رتبتهم من 1 ل 8 هتدعم مرحلة البلاي اوف هلعب الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس بيستوف سري اللي هيكسب هيوصله للسيمي فاينال واللي هيكسب هيوصله للفاينال والفاينال اللي لعبه بيستوف سري الحمد لله يمكن ربنا أكرم بمجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة الطيرة بعد فترة غياب عن مجالس منتخبة والحمد لله أنا شايف الفكرة التي طرح النهاردة يعني أعتقد فكرة يعني رياضي احترافي شوية يمكن بنظمة المسابقات اللي هيتعمل هو البلاي اوف اللي متطبق في معظم دول أوروبا والدوريات القوية وأعتقد ده ان شاء الله يعني هيأتي سمار كويسة جدا في الفترة اللي جاية على مستوى اللعيبة ويمكن ان شاء الله يأثر على المنتخبات في الفترة القويبة جدا بإذن الله هو النظام الجديد يمكن هيساعد ان المنافسة المستمرة يمكن من بداية الدوري لانهيته وأعتقد بإذن الله يعني آه يعني فيه ضغط شوية بس أعتقد لمصلحة اللعبة ويمكن هيحتاج الفرق القوية هي اللي هتستمر أو الفرق اللي عنده بداية أو دكة قوية هي اللي هتقدر تستمر لآخر الدوري المنافسة مش هيحصر الدوري من بدايته في منافسة ما بين أفراد معينة أو أندية معينة وأعتقد ان شاء الله الضغط برضو مش هيبقى كبير بالتنصيق يعني بالتنصيق اللي عملوه والنهاردة والشرح اللي تم أعتقد حيدينا فرصة لراحات وفي نفس الوقت للمنافسة طبعا ببارك للاتحاد المصري طبعا كميلا يعني ان شاء الله أتمنى لي والتوفيق بإذن الله يبقى موسم موفق بإذن الله هو أبرز ما فيه أن الجدول الزمني للبطولة نفسها تحدد الشكل بتاعها وإزاي تمشي بانتظام وإزاي ما يبقاش فيه تأجيلات وإزاي يبقى فيه مراعاة للأندية اللي هي بتيجي من صفر في معايد المتشاط في نفس الوقت يعني كل المجلس بيدعم الأندية كلها وبيتمنى ان شاء الله أن السندي لو في أي حاجة قبل كده كانت بتحصل من تأجيلات من حاجة بيوعدونا إن شاء الله السنة دي تبقى البطولة منتظمة ونقدم مستوى قعيس ياخد منتخابة قومية إن شاء الله والله اجتماع قعيس الاتحاد الجديد موفقين طبعا حاطين نظام جديد هو نظام الدوري هو تعريبا بس ضيفين عليه بطولتين جديد تعريبا دي حاجة جديدة أو مرة تحصل إضافة يعني بلاي أوف تعريبا ونظام الكاس ونظام الدوري محدد وفيش تأجيلات فإن شاء الله بتوفيديهم بتوفيدينا كأندية في الدور الممتاز والله يشوف عشان يكون صريح الدور البلاد بيبقى دايما للأهلي في مكانة يعني مميزة يعني 3-4 فراء كده بس أنا شايف في السنة دي ممكن يبقى فيه منافسة كتيرة في أندية تخش الكوة في أندية يعني هتلاقي فيه مباريات قوية فيه منافسات هتقدرش تكون من ضعيف من قوي السنة دي الفراء كلها جمعت واشتغلت بدري وربنا نساء هتلاقي فيه منافسة هتقدر أن الدور السنة يبقى أقوى من السنة اللي فيت من السلة والكرة الطائرة هنروح لأخبار كرة اليد الفريل الأول كرة اليد بنادي الزمالك حقق الفوز النهاردة على سبورتينج بنتيجة 35-32 في إطار مباريات الجولة السبعة عشر من دور المحترفين الشوت الأول كان انتهى لصالح النادي الزمالك بنتيجة سبعة عشر وشهد تقلق لكاتونجا على فريق هليوبلس بنتيجة في الجولة السبعة عشر أيضا زي ما قلنا الأهلي الفوز على هليوبلس في الجولة السبعة عشر بكده خلص التفاصيل أخبار ألعبنا الجماعية هنروح نتعرف على تفاصيل أخبار ألعبنا الفردية هنرجع تاني أخبار ألعبنا الفردية التنس المصري تنس المصري للنشيئات تحت 18 سنة نجح في الفوز بمطولة أفريقيا للتنس المقامة في تونس بعد الفوز في المباراة النهائية على منتقب تونس وكان فاز المنتخب في المباراة الدور قبل النهاية على منتقب المغرب في مشوار مميز جدا النشيئات مصر في التنس مثل منتخب النشيئات في البطولة اللعبات جيرمين شريف وليل شوكري وماريا تشارل وناتالي مختار ومدربة الفريق كابتن علياء فخري وضمن نفس البطولة أو فاز في نفس البطولة حق منتخب الشباب تحت 18 سنة المركز الثالث بعد الفوز على منتخب نبيبيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد الخسارة في مباراة الدور قبل النهائي من المغرب ومثل منتخب اللعبيين هادي الكردي وأحمد ياسر ومايكل باسم وحسين الطويل ومدرب الفريق طبعا كابتن مصطفى ناعم دي أخبار التنس طبعا هنروح لأخبار الكاراتي استاد القاهرة يستضيف منافسات البطولة الإفريقية للكاراتي والتي تقام في الفترة من 3 ل7 ديسمبر المقبل على مستوى الكبار والنشئين ومن المقرر أن يتم خلال الساعات المقبلة وصول وفود الدول المشاركة في البطولة والتي تشهد حضور رئيس الاتحاد الأفريقي اللعبة طبعا ويقام على هامش البطولة دورة وبرنامج تدريبي للمدربين المشاركين مع المنتخبات في البطولة وكان منتخب الكاراتي طبعا حقق المركز التاني في بطولة العالم والترتيب العام التاني في بطولة العالم في الإمارات برصيد 8 ميداليات منهم 3 دهبيات وفضيطين بالإضافة إلى 3 برونزيات كل طبعا التوفيق لكاراتين مصري من الكاراتي هنروح لألعاب القوة والبعثة المصرية المشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات المقاومة في تونس بتواصل طبعا بعثتنا تحقيق الإنجازات والميداليات في اليوم الأخير للبطولة النهاردة حققنا ذهبية دفع الجل بنات للعبة منة الله السيد يحيى وحققت زينة محمد فاروق ذهبية المطرقة وحققت سلمة عبد الحميد ذهبية الوافب الثلاثي وحققت شهد محمد إبراهيم فضية سباق 1500 متر وحققت يوسف بخيط ذهبية دفع الجلة وكانت باعتة مصر حققت لحد مبارح 16 ميدالية من بينهم 5 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات والنهاردة العداد ارتفع وأصبح رصيد باعتة مصر 21 ميدالية بينهم 9 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات 1000 مبروك لباعتة مصر وإن شاء الله نحافظ على المواهب دي ونحاول نثقلهم علشان نشوف منهم أبطال في المستقبل إن شاء الله في الألعاب الأولمبية خصوصا في الألعاب الأرقام بكده تكون خلص التفاصيل الألعابنا الفردية تعالوا نروح نتعرف على أخبار دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 وإشري ترجمة نانسي قنقر من أخبار أولمبيات ده باريس إن شاء الله اللجنة الأولمبية العراقية أعلنت إنها بصادة تنفيذ مشروع الهدف منه التركيز على الاتحادات والألعاب المرشحة لحصد ميداليات أولمبية في باريس 24 رئيس اللجنة الأولمبية العراقية قال أن الفترة المقبلة هيكون في تركيز واهتمام بالاتحادات المرشحة لحصد ميداليات في أولمبيات باريس وإن الهدف من ده هو حصد أكبر عدد من الميداليات اللجنة الأولمبية في العراق قالت إن اتحاد السباحة واحد من الاتحادات اللي بدأت تنفيذ الخطط المطلوب منها بشكل صحيح جدا طبعا للمحاولة الحصول على ميدالي لسه مستمرين طبعا مع أخبار باريس اللجنة الأولمبية القبرصية قررت بشكل مفاجئ إلغاء الدعم المادي اللي كان مخصص لثلاث لاعبين استعدادا لأولمبيات باريس 24 اللاعبين التلاتة اللي قررت اللجنة الأولمبية القبرصية إيقاف الإنفاق عليهم هم ميلان ترايكوفيتشيل لاعب سباقات العدو وأبسلوس بارلس لاعب رامي الأرس وماريوس جورجو لاعب الجنباز اللاعب التلاتة قالوا أنهم مصممين على حلمهم وهيوصلوا للميدالي الأولمبية والحلم الأولمبي بتاعهم في أولمبيات باريس سحب الدعم المادي ده اللي قالوا طبعا بالنسبة لهم مش هيأثر عليهم ولا هيأثر على طموحهم بل بالعكس هيديهم دافع وإصرار وتصميم على الوصول لهدفهم وهو الميدالي الأولمبية وطبعا الإصرار حلو والتصميم على الوصول للقمة حلو جدا وياريت حتى يعني كل الرياضيين في مصر وفي العالم يتعلموا من الإصرار ده مهما كانت الظروف ومهما كانت المعوقات ومهما كانت يعني العقبات اللي قدامك لا حلمك لازم تنفزه بكده هتكون خلصت أخبار حلقتنا النهاردة وهنخرج لفاصل بعد الفاصل هنستقبل دفعتنا النهاردة كابتن شايماء سامي لعبة منتخب مصر للجيشة الطائرة الباريليمبية الفولذية معنا النهاردة في فاكرتنا الحوارية واحدة من أبناء مصر من أبناء النيل واحدة أثبتت بأن مفيش مستحيل واحدة من بنات مصر الأصيلة معنا ومعاكم كابتن شايماء سامي بطلت ريشة الطائرة بطلت القرس بطلت التنس موضوع كبير يا كابتن لا مش قوي والله طيب نبدأ بالآخر نبدأ بالآخر أولا بنرحب بحضرتك على الشتون تايم سبورس مرسي وورانا ومشرفة مصر والله بجد بكل البطولات اللي انت بتعمليها نجيب من الآخر أول حاجة أو من آخر بطولة يعني تلات مديلات دهب في ريشة الطائرة حضرتك أول لعبة مصرية وأفريقية وعربية بتلعب ريشة طائرة على الكرسي المتحرك عازل نتكلم كده عن البطولة اللي فاتت بطولة أغندا الدولية صح؟ بطولة أغندا آه يمكن بطولة أغندا كانت هي يعني بنقول هي نهال حلوة للسنة تماما كانت مبسوطة قوي وانا بلعبها لأن احنا عدينا بفترة طويلة قوي من التمرينات وكان استعدادات لتوكيو ومحلفنيش الحظ إن أنا أروحها لأن هو كان المفروض يطلع ولد أو بنت من أفريقيا كلها لأن اللعبة جديدة على المستوى الأفريقي مصبوط وأول مرة تدخل البارالايمبيكس آه في توكيو عشرين واحد وعشرين أنا فاكر اللي كان لعب باسم مصر طلع كان ويت كارت كان أحمد مجدي مصبوط آه فكت أنا وهو اللي متأهلين من أفريقيا بس تماما وهم في الآخر الاتحاد الدولي اختار ولد يعني آه فالحمد لله ربنا وفقه وطلع يعني كان أهم حاجة إن حد من مصر يكون موجود يعني بالتأكيد يمثل مصر فكان وقت طويل قوي إن أنا خد شط من 2019 آه إن أنا أتأهل وألعب كتير وبطولات وسترس كبير قوي وتمرينات وإنت أصلا لسه داخل اللعبة دي من 2018 مزبوط عم كنتش بلعبها أصلا قبل كده فإن أنت تبقى واخد سنتين تحدي ومنهم سنة كورونا توقف كل حاجة وكل اللي أنت عملته ما أتعرفش هو هيكمل ولا لأ فكانت تحدي كبير قوي آه فـ 21 يمكن كانت حلوة في بدايتها وفي نهايتها لأن كانت بدايتها كانت بطولة شيخ حمدان في دبي في شهر أربعة مزبوط وأنا أخدت فيها برونز ويمكن كنت أنا العربية الوحيدة والأفريقية الوحيدة اللي أخدت ميداليا في البطولة دي وكان ليها صادة كبيرة قوي في الوقت ده إن أنا أنهي بقى بالتلاتة الذهب ده كان إنجاز أنا كنت نفسي مبسوطة منه قوي قوي لأن على صعيد ما أنا بلعب بقالي عشرين سنة ما حققتش في بطولة واحدة تلات مدليات دهب فكانت بالنسبة لي بصراحة ده إنجاز كبير وما كنتش أعرف إن أنا هكون الأفريقية والعربية الوحيدة اللي اتحققوا في بطولة دولية لحد دلوقتي بقى هو الموضوع بقى بتاعي فأنا أحاول بقدر إمكاني إن أنا أمسك فيه يعني يعني كده رقب قياس جديد لمصر أه الحمد لله يعني أقول لحضرك طبعا والمصر أول حاجة طيب إحنا حضرك جدت دهب في الفردي في الريشة الطيرة طبعا في الفردي وفي الزوجي سيدات وفي الزوجي المختلط والزوجي المختلط أه يعني عايزين نحكي ده صعوبة البطولة يعني إيه صعوباتها إيه اللي حصل فيها والله هي نسمعتك كان فيه مشاكل كتير كده في البدايات صح؟ هي الصعوبة من البداية كانت أصلا إن انت تلاقي سبورت وتلاقي دعم لأن اللعبة دي جديدة فما لايش دعم خالص جوة لاتحاد المصري لريشة فبداية من أول بطولة أنا طلعتها إلى الان أنا بطلع على حسابي الشخصي أو مع رجال أعمال رعاة على حسب البطولة يعني لكن أنا ما معيش راعي طويل الأمد يعني فكانت بتحاول بقى أنت بتكتهد أنت وأن أنت تكون لعب وأن أنت تكون إداري وأن أنت تكون مدرب لأن بالتالي أنت بتطلع لوحدك ما معاكش مدرب طبعاً وما معاكش أي حد والصفر بالنسبة للعبين زي الأعاقة يعني مش صعب لأن أنا بحبه هو مجهد جداً وخصوصاً لو أنت طالع بطولة لأن إحنا بنلعب على كرسي وبنقعد على كرسي فأنت بتبقى طالع بكرسي يعني فالموضوع بيبقى مجهد شوية أن معاك حاجات كتير قادر أن أنت تفوكس على أن أنت تبقى منتبه لكل حاجة معاك وأن أنت تروح البطولة فتتدرب وتروح تحضر الميتنج الفنية والقرعة والقرعة وكل الحاجات دي اللي هي المفروض أنت ما تعملهاش أصلاً فده كله بصراحة هو أديني سابورت أكتر لنفسي أن أنا يعني عاشت دور المدربة عاشت دور الإداري عاشت دور اللاعب يعني خلاص المواضيع التلاتة بقت معايا بس هو أكيد أنت بتبقى متضايق بس يعني مش هتقدر تعمل حاجة هو بالتأكيد طبعاً يعني هو الأدوار اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي المدرب والإداري يعني بيشيلوا هيدك كتير من على اللاعب شور محنش يقدر يستغنى عنهم أن تعملي كل ده وإنت عندك لعب وفروض تركزي فيه وفروض تنامي كويس وفروض تركزي كويس فطبعاً الموضوع ده صعب جداً وتروح يجيبي تلاتة ده يعني أحلام حمدي ده بيت العلم في الفردي وسهيلة أحمد والتنين ما عندهمش سبونسر وإحنا واجهنا رسالة مبارح لكل الرعاة يعني عندنا أبطال برفعه اسم مصر حتاجيني سبونسر ياريت الرسالة طويسة والله يمكن النقطة ديت أنا بقس حتى أن أنا حاب أن أنا أتكلم فيها لأن أنا نفسي أن إحنا وجهة نظرنا للعب الرياضي تختلف يعني إيه تختلف بلاش أن الرعاة تروح تجري على الناس اللي قريدي هم عندهم هستري أو اللي عندهم قريدي يعني باع طويل في الرياضة ما أنت عندك لعيبة تانية لسه طلع وألعاب جديدة بتنتشر في مصر والناس بتبتدي تطلع فساعدهم عشان تبتدي تصنع بطل بلاش تاخد البطل وهو جاهز فهي دي النقطة اللي موجودة في مصر اللي أنا نفسي أن هي تتغير شوية الله يا كابتن يعني كلامك مهم جدا والكلام ده حتى بتكلم فيه دايما التفكير والتخطيط طويل الأمد ما نبصش للقمة خلاص ده وصل أنا أبقى الرعاية بتاعه علشان هو هيظهرني لأ طب ما أنا ليه ما أخدش ولد أو بنت من تحت خالص وأطلع بيهم لحد ما يبقوا أبطال أولمبيين وأقول أنا اللي وقفت معاه والله هو ده أهم حاجة بصراحة يعني يمكن الريشة كمان لعبة شوية ما كانتش منتشرة وخصوصا كمان لزوي الإعاقة لسه جديدة فالموضوع بيبقى صعب أن أنت يعني أنا حبيت اللعبة أصلا يعني أنا كنت دخلها على فكرة في البداية خالص عشان أبادرها ما كنتش هلعبها خالص لكن يعني في العموم أنا لما بحب أن أنا يعني أبتدي أن أنا أمشر لعبة أو أن أنا أدرها لازم ألعبها عشان على أقل يبقى فيه مصداقية لما الناس تشوفني أنا أبقى لعب وحس باللعب بالزبط وحس باللعب وأريد أن أحس بيهم حسيتني باللعب أكيد أكيد يعني ثلاث رياضات أنا بلعبهم ويمكن أنا بقى مستمرية في ألعبك هو إلى الآن هي والريشة في التنس أنا أبادرها بس يعني ما أبقى لعبهاش طيب أنت حضرك مؤسسة الجامعية التنس لأ لجنة لجنة التنس على الكراسي المتحركة ودي أول مرة في مصر تحصل يعني أنت بدأتها من الصفر آه لا لا إحنا ابتدينا فيها في 2009 كنت أنا بس اللي بلعب وبعد كده في 2010 كنت أنا ولعب واحد بعدين جي خمسة لعبة بسكندرية على مأتقد أحاجزة كأربعة لأ إحنا دلوقتي اسكندرية عندنا ما شاء الله حدواشر هو يعني ما شاء الله تمام آه ولكن وصلنا في الآخر إن إحنا نبقى 30 لعب يعني التنس يمكن هي أكتر لعبة أنا بحبها يعني التنس لعبة حلو قوي وفيها كمان بالنسبة للعيبة على كراسي لإن هي ما بيلعبهاش غير حركي وإن شاء الله نصفي أو شاء الله رباعي آه فما ينفعش إن حد يبقى عنده مشكلة في إيديه ويلعبها فهي مقرنة بإن أنت لعبت التنس وريشا فإنت بتلعب على الملعب الكبير اللي ما فيش اللي هو زيه زي الأصحاء تمام اختلافنا الوحيد إن الكرة بتنط مرتين آه بس لكن هي نفس الرولي آه آه فالتنس فيها حاجات كتير قوي يعني اللعب الفردية في العموم هي بتديك تحدي مع نفسك بس التنس بتديك باور أكتر أكيد بتبقى بتلعب وإنت عندك شغف للنقطة اللي بعدها آه آه يعني ويمكن أكتر من الريشا آه أنا بحب الريشا والحمد لله يعني آآ وقت قليل وآآ وآآ تاريخ كويس اللي حد دلوقتي تمام مداليات في سنتين فأنا باعتبر إن ده إنجاز شخصي لي يعني هو أساعات الممكن لوحد يكون ماشي في طريق آه وفجأة ربنا يدي له طريق تاني هو ده يكون حياته هو يكون اللي يحقق فيه الإنجازات آه لا فعلا يعني أنا كنت في 2016 كنت قررت إن أنا أسيب الرياضة أصلا آه يعني ما كنتش نوي أن أنا كمان لأ أنا كنت تأهلت دورة آآآ ريو 2016 في ألعاب الكوه وكنت أنا البنت الوحيدة ومطلعتش فاآآ قررت إن أنا مكملش رياضة دقيقتي شوية جدا مش شوية لإن أنت عت 4 سنين تلعب وتتعب وفي الآخر ما تطلعش واخصوا إن أنت متأهل كمان تمام فده كانت آآ فألت لأ خلاص فبصوا سبحان الله ربنا بيؤم دينا حاجة كده بتزهر في الطريق فالريشة جت زهرت في الطريق في اخر 2016 عملنا ووركشوب مع كابتن هادية حسني. طبعا بتقدم لها كل التحية يعني هي. يعني. اللي عرفت مصر تقريبا بالريشة الطايرة. اه. كابتن هادية حسني طبعا او النائبة. النائبة هادية حسني. اه. لها طبعا لها يعني بصمة في الريشة الطايرة في مصر بصراحة وبتساعد اللعيبة كلهم على مستوى البراليمبي ومستوى العادي. بصوا هي هي السبب في دخول البراليمبي الريشة. يعني هي هي اصلا السبب فيها. يعني السبب معرفتي بالريشة كانت هادية. كمان. اه. وان هي كانت عايزيني انا وهي نبتدي نعمل اللجنة للريشة في 2016. صورا. وعملنا الوركشوب ديت فعلا. اه. وكانت على المصر الافريكي بس. ونجحت. وبعد كده عملت الوركشوب التانية في 2017. بس دي كانت اه. الناس من الاتحاد الدولي مدربين من الاتحاد دولي مدربة اسبانية ومدرب انجليزي. اه. ونجحت جدا جدا. وابتدت اللعيبة تحب اللعبة كمان. وابتدينا نتوسع. وبعدها في 2018 كانت اول بطولة واول مشاركة ليه. اه. حاجة جميلة جدا. وهنكمل حديثنا لسه. ولكن بعد فاصل قصير نستعدينكم لا تذهبوا بعيدا. وابقوا معنا. رجعنا تاني مع بطلة مصر وبطلة افريقيا البطلة واللعيبة العالمية كابتن شايماء سامي. كابتن كنا بنتكلم كده تحت الهوى عن اه مشاكل رياضات اه اصحاب القدرات الخارقة. زي عمري بسميهم. اه في مشاكل وصعوبات بتواجهوك. غير طبعا اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل يعني. ايه الصعوبات اللي بتواجه دلوقتي مصر? فيه انشاء منتخبات على قدر انها تحصل على ميديلات اولمبية ذهبية في كل الالعاب الرياضية البراليمبية. ايه المشاكل اللي شايفها حضرتك? وازاي نعالج? اه والله هو اول حاجة احنا لازم ان احنا نعمل اه كوادر. تمام. احنا ما عندناش كوادر. والكوادر دي مش معناها ان لازم يكون الكادر ده هو كادر من زوي الاعاق. اه. لأ عشان الناس بتبقى فاهمة النقطة دي غلط. انا عندي مؤهلات ان انا بقى كادر اخش. سواء انا بقى او اي حاجة. لكن نبطل نمشي على على الحاجات القديمة. يعني احنا بقى لنا وقت طويل جدا ماشيين بنفس النهج. النهج دوت ما وصلناش غل ان احنا وقعنا في الكيرف. فبالتالي انت عايز تقوم. عايز تقوم فيبقى لازم تجديد. تجديد دوت ان اهل المدربين اللي عندي ابتدي اوديهم حتى لو هياخدوا كرصات برا. هياخدوا ليفل زيادة في الكرصات التدريب وفي مستويات التدريب. والرخصة في التدريب هم انا معرفش يعني كل لعبة المدربين بتاوحوا واقفين في لفل اغر اللعبة اللي انا بلعب فيها. اه. وبالتالي هم لازم يحسنهم الموضوع دوت. المدربين مش هعملوا ده لوحدهم. هو لازم الاتحادات هي اللي هتعمل كده. الموضوع الموضوع ده يعني على ما اعتقد هو بان في الدورة اللي فاتت. اه. احنا من دورة منتريال بنجيب دهب. من ستة وسبعين. بنجيب مدالية كتيرة جدا. مفيش ولا دورة لما جيبنا مدالية دهب. اه طبعا. اول دورة من ستة ومن سنة ستة وسبعين ما نجيبش فيها مدالية دهب كان دورة توكيو عشرين عشرين في جميع العلعاب. في جميع العلعاب. ما جيبناش دهب. ما نعلم. هتعزفت السلام الوطني. نعم. في دورة توكيو. هو اكيد دي حاجة اه يعني اه محزنة شوية. مم. بس اكيد ان في اسباب يعني هما اكيد كل الناس هتكون عرفاها المختصين بالرياضات كلها اللي طلعت وشاركت في اه في الاوليمبيكس. او في البراليمبيكس سوري. اه فدية هنقدر نقول يعني لو انا هتكلم على صعيدي اه ولعبتي اللي انا كنت بالعبها وهي العبكو. العبكو طبعا يعني اه مش مش قادر اقول غير ان انا يعني حزينة جدا على النتاج اللي حصلت فيها. والله انا كمان. وانا كمان. اه وخصوصا ان 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 العبكو كانت هي اللي شايلة كل البراليمبيين. طبعا. ستة وعشرين ميداليا ده في التاريخ مصر في الالعاب البراليمبية الالعاب القوة. وكان فيه دورات كنا بنشوف التلات اعلام مصرية على مناصة تتويج واحدة. بالضبط. الدورة اللي فاتت. مفيش رقم تعمل. يعني مفيش حتى نتيجة كويسة تعملت. والله بص هو دوت لان احنا لو احنا هنتكلم على صعيد اللعيبة كلهم هنقول ان اللاعبين زي والقدرات. انت الاجيال اللي تطلع هي اجيال القليلة. لان يعني يا ربنا يدي الصحة لكل الناس طبعا. طبعا. فانت لو ما عندكش اعاق مش هتلعب معنا. مم. فبالتالي انت لازم ان انت طالما انت ما عندكش اللي الناس دي. يبقى انا لازم اعدهم صح. مزبوط. ولازم ان انا ادي افكار وانهج تدريبي جديد. عشان خاطر ان في منهم ناس اه ماشاء الله بص هي رياضة المعاقيم في كل العالم لها السن. يعني انا افتكر ان انا كنت بلعب اه في 2013 بطولة العالم. اه اه انا اخدت فيها برونزية عالم. كانت الاول والتاني من المانيا. والاولى كان عندها سبعين سنة. الله. والتانية كان عندها اتنين وستين. انا كنت رفا مكسوفة ان هم اخدوا مني الميداليتين. يعني. وخصوصا ان ان الفضة راحت مني على اتنين سنتي. اه. فالحاجات دي كلها هي ما لها السن. فخلص طالما انا عندي قريدي. لعيبة وماشاء الله عندهم تاريخ كبير جدا في كل الالعاب. وآآ وعندهم باع طويل في الرياضة. يبقى انا لازم اشتغل عليهم. هم. هم هيقدروا. مفيش حاجة اسمها انه اصله كبر. واصله مش هيقدر يكمل. لا خالص مفيش كده. هو الله وانا ديته نهج جديد يمشي عليه. هو اكيد هيختلف تدريبه. بدليل كده ان يعني لو احنا هنتكلم على صعيد الدول العربية مثلا في دولة الامارات. اللعيبة هناك كبيرة جدا. مزبوط. والامارات ما كنتش بتحقق. ودلوقتي حققت. حققت ليه لان هي ابتدت تغير من النهج اللي كانت ماشي عليه. ابتدت تعمل كل حاجة للرياضيين زي الاعاقة زيهم زي الاصحاقة. تمام. ويمكن احنا ابتدينا شوية. او يعني نقول سننا كده نعمل كده في السنة اللي قبل الاولمبياد. بس مش دوة الطبيعي. انا ما ما تفتكرنيش في في السنتين اللي قبل الاولمبياد. وبعد كده تنساني ما ما دوة اعداد اعداد بطل. طبع. ثانية احنا عندنا حاجة اسمها البطل الباراليمبي. بطل الباراليمبي دوت المفروض يبقى اعداد لجميع اللاعبين اللي داخلين يتأهلوا. سواء هو مؤهل او غير مؤهل. تمام. فوضع طبيعي ان دوت هو اعداد بطل. ما ينفعش ان انا دخل فيه اللاعب وهو قريدي مؤهل للأوليمبيكس او للباراليمبيكس. اه. فيبقى انا كده عملت له اعداد فين? فدي كمان حاجات لازم ان احنا نبتدي نغيرها. نبتدي ان احنا نفتح المجال ان احنا نستفاد باللعيبة اللي موجودين. اللي عندهم احنا مش مش عددنا قليل. يعني اللاعب اللي بتلعب كويسين. زائد ان احنا نبتدي نعمل ندور. ندور على اللاعبين اللي نروح مدارس. نكتشف. ونكتشف ونبتدي نحب باللعيبة. يعني هقول حروريك على حاجة. اللاعب دلوقتي صغير سنا. يعني انا باعد ادور على لعيب عشان تلعب تنس اردي. فبنزل المدارس. لما اجي اقنع ان هو يلعب تنس عشان انا عايز اكبر العدد. اه بيقول لي حاجة غريبة جدا. يعني انا لقيته بيقول لي اصلا انا عايز لعبة سهلة اقدر اخش بيها الاليمبياد. هو من وجهة نظره ان فيه ألعاب سهلة هو يقدر يخش بيها. هو مش عايز يتعب. اه. فاحنا لازم نغير فكر الناس دي. لازم نغير فكر ولادنا ان الرياضة لازم انت تتعب فيها عشان تلاقي. لكن لو انا وديته ان انا اجري واقول له انت بقيت بطل. هو لسه مش بطل. فما اقدرش ان انا قدي للاعب لسه ناشئ. ما عندوش اي المؤهلات ان هو لسه يخوض منافسات حتى لو محلية. واقول له انت بطل. اه هشجعه. بس مش هديله اللقب دوت عشان اللقب ده كبير. طبعا. فلازم ادهوله وهو حسس ان هو وصله فعلا. فدي دي حاجة كبيرة جدا على اولياء الامور. لازم يأهلوا اطفالهم. مش معنى ان انا ابني دخل لبطولة وخدمي داليا على المستوى المحلي. انا لازم ابص اكون انا صريحة مع نفسي. الابني دوت دخل البطولة ديت. وهو بينافس مع كام لاعب. اه. الوقت اللي هو عمله قد ايه سواق في السباحة او في الجري او في اي لعبة. فلازم هاجي واعد معاه بعد البطولة. هقول له انت عملت انجاز. بس انت لسه واقف في حتة معينة. لكن مش هاجي اقول له انت بقيت بطل. وانت جبت الميدالية الدهب. الميدالية الدهب دي محتاجة ان هي تكون برا مش تكون بس جوه. ده اللي بنتكلم فيه ان احنا نعلي سقف الطموح بتاعنا. سوالينا او الاولادنا. يعني اي وليه امر ابنه بيلعب رياضة. دايما لازم يبص على ان يشوف ابنه على مناصة التتويج في الالعاب الاولمبية. اكبر محفل الرياضي طبعا. 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 الوقت اني بيتعزف. لو ما ما حصلش ممكن يجيب فضة. على اقل فعنا علت سقف الطموح بتاع الابطال بتوعنا خليني معلعاب القوة. وفي حاجة كده يعني زمان كنا بنحقق بالآ بنروح يعني بن كنا دايما حتى بنقولها كده كلمة درجة عندنا في في آآ نادي الاراضي والتحدي في كفر الشيخ. اه. ابطالنا بروح يجيبوا شوال مديليات من اولمبيات ورجعوا. اه طبعا معروف وكف الشيخ بكل ابطال. اه طبعا. في حاجة هل ان احنا كنا زمان بنلعب بالفروغ الفردية والقوة الجثمانية الشخصية للعبيننا والمقاومات الجثمانية المصرية ودلوقتي العلم تدخل. واه احنا بينا ستوب. سؤال سؤال انا 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 نفسي في اجابة بصراحة. العاب القوة يعني عملالي حزن بصراحة. اه الله يعني عملالي حزن هنا كمان لان العابك هو هي اه انا ابتديت العابك هو طبعا. فالعابك هو بالنسبة لي هي التاريخ اللي انا عملتو لي يعني. اه والله لو حضرتك. سوري. لو احنا هنتكلم على العابك هو بالذات. العابك هو كانت اللعيبة كلها احنا بنتمرن في انديتنا. اه وحضرتك اكيد بما ان انت ذكرت الاراضة والتحدي في كفر الشيخ فانت اكيد كنت متابع اللعيبة اللي هناك كلهم. بنتمرن لحد ما نتجيب رقم. اه الله اعلم ما هو كان اه دار بعلم. يعني رقم عالمي. مزبوط. اه او رقم افريكي او رقم اوليمبي عشان نقدر نخش المنتخب. اه. ويمكن ده اه هو كان بيدينا يعني قوة تحمل رهيبة وتحدي عشان نقدر نوصل. بس لو بقى النادي ده ما فوجوش مدرب عشان يقاهلك. اه. فانت بقى عندك خامة للاعب قوي جدا. ومعنديش العلم. بس هو اصلا واقف في مكانه مش عارف يطلع. تمام. يبقى معنى كده ان المنتخب مش بس للناس اللي بتضرب ارقام عشان تخشه جوه فتطلع وهي قدمنا ميدالية في جيبها. اه. ده فكر يعني انا بحسهم الصح. دي وجهة نظر الشخصية. مزبوط. فعشان نغير وجهة النظر ديت او نغير الفكر دوت لازم نوسع الدايرة ونبتدي ناخد اللعيبة نأهلهم. يبقوا ابطال عالم. بلاش نفضل ناخد لعيبة جهزة. يعني اللعيبة جهزة دي مش هتامل حاجة. هل من وجهة نظرك دلوقتي حضرتك ان احنا ممكن نستعين بخبارات اجانب في الفترة دي. اه لابطالنا البراليمبيين في العاب القوة او في العاب الاخرى يعني. اه طبعا. يعني كده موضوع في عنا العلم فارق معنا في موضوع البراليمبي. طبيعي طبيعي اولا العبك هو كانت هي اللي شايلة كل حاجة. بعد كده فجأة وقف الموضوع. يبقى معنى كده ان فيه عندنا وفيه طفرة حصلت بره. اه مزبوط. طفرة رهيبة حصلت. وفي دول ما كانتش بتحقق زي ما حضرتك. والقانون كمان اتغير. تمام. ما بقاش في صفك. اه صفك. يعني تغيير قانون العابك هو. ما بقاش في صفنا. يعني انا الى الان رقمي مسلا هو تاني عالم. فالعابك هو. لكن القانون مش في صفنا بيتمج اللاعبين. كلسات الاصابات. بالزبط. الاصابات المختلفة بيتمجهم. فيبقى البقاء للاقوة. اه. فيبقى البقاء للاقوة يبقى انا لازم انا كمان ما هم هو ده نفسي سني واجبر. وانا موجود بس انا هنا واقف ليه? وده بيطلع. فيبقى معنا كده ان انا عندي هنا في النقطة دي كسور. وحصلت في السباحة كمان ان كان لعبنا لعبنا في السباحة ان في في التصنيف بتاعه وحطوه مع تصنيف شبيب الاصحاء. كان في في الدورة اللي فاتت. اه. والولد عمل نتاك كويسة بصراحة. لو كان في الكلاس بتاعه كان عمل مديلة دهب. فهنا لازم يكون متوقع ان ده هيحصل. دي ظروف بطولة فاحنا كلنا لازم نبقى عارفين فيه مفاجآت في البطولة. مزبوط. يعني اه. وقت انا ما طلعت في في الفين واربعة في اتينا اه انا كنت راكميه اجيب بيه دهب. مزبوط. اوليمبيت. فلما طلعنا كان قريدي القانون متغير. وده مجل كل الفئات. انا فاكر في اتينا كانت اه كابتن عزيزة على معطقة. اه كانت تعزيزة وكانت معانا كابتن كريمة. كابتن والله هو يمكن اه اه. اطلانتا كانت. اطلانتا. لا انا ما كنتش ابتديت رياضة انا بدي رياضة من الفين وتلاتة. انا فاكر المنزل ده اطلانتا التلاتة اعلام مصرية على مناصة التكليف واحدة. اه ماشا الله. ايه الجمال ده. والولاد كمان كانوا في سيدني كده. وفي سيدني نفس الكسة. يعني انا فاكر كابتن محمود العطار. كابتن مطاوع. ومطاوع وهاني عيسى. وكابتن هاني عيسى. كان السلام الوطني بتعزف لتلات ابطال مصيرين على البوديوم. مم. فده اللي بنتكلم فيه. الى اين تذهب الرياضة البراليمبية من وجهة نظر حضرتك. والله ايه هتذهب لكل خير. لان لان احنا عندنا اه يعني هنبتدي نفكر بطريقة جديدة. وهنبتدي ما واكيد احنا حتى لو احنا ما جبناش ميداليا. فاحنا اكيد بنفكر في كل الحاجات اللي يعني قدت لكده. مم. فاكيد احنا هنقوم بيها يعني وكل الناس اللي مختصة على الرياضة البراليمبية. اكيد هما هيساعدوا ان هما يقوموا بالرياضة دي تاني. لان هي كانت فوقت من الاوقات هي الرياضة اللي بتشيل الميداليات كلها لمصر. تشبوط. ما شاء الله ربنا يزيدهم لعبتنا الاصحاء. انا مبسوطة جدا جدا من التفرة ديت. بس تعالى نرجع. هي ليه التفرة دي حصلت? تفرة دي حصلت لان هما ابتدوا يهتموا بالكل اللاعبين. ابتدى يبص على اللاعب وهو بيتمرن ويقول لك انا هعده لاربع سنين قدام عشان البطولة. لأ تعالى انت بقى ارجع للبراليمبي. انت بتعملش كده اصلا. نظهور. انت ما بتعدش اربع سنين قدام. خالص. انت بتعد سنة قبل الاليمبيات. اذا نحتاج التخطيط طويل الامد. طبيعي. والمصاريف طبعا من خلال السبونسر. خلال الرعاة بتمنى طبعا الرعاب طبعا يكونوا سمعيننا. يبدأ الرعاة من بدري شوية لابطالنا البراليميين. اه احنا يعني خلاص بقى ان شاء الله بنعد الباريس اه اربعة وعشرين دلوقتي. اقل اقل من تسعمائة وسبعين يوم. اه يعني. اربعة وعشرين الف وتلتمائة ساعة تقريبا من اللي فضلين على باريس. الحمد لله يعني. خلاص الموضوع قرب. خلاص يعني اوة انا بالميداليات بالدهب الفردي اه ديت هتنقلني ان انا ادخل ضمن الحداشر على العالم. تمام. فعشان اوصل ان انا اشارك في عشرين اربعة وعشرين لازم اكون من السبعة العالم. مظبوط. فمن السبعة دول انت لازم تشارك في كل البطولات الدولية اللي جاية. عشان ما ينفعش توقع بطوله. احنا يعني ما علينا ان احنا نقول يعني كل التوفيق لابطالنا البراليمبيين وكل التوفيق لابطالنا الرياضيين المصريين في كل الرياضات وبنشكر كابتن شايماء. بصراحة نورتيني النهاردة والله. مرسي ربنا نخليك. وعزائي المشاهدين يعني حلقة داسة من النهاردة نرجو ان نكون قد امتعناكم في هذه الحلقة. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. ابقوا في رعاية الله.